موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مع فاطمة في الفيديو التالي اليوم تشوفوا طريقة تحضير الشخشوخ على الطريقة الججلية وهذا الطابق معروف كثيرا في هذه المنطقة ستشوفوا كيف حضرنا عجينة وحولناها الى شخشوخ ستشوفوا ايضا كيف طيبناه والمرقى المرافقة له وهذا الطابق إذا كان عندها اسم اخر عندكم ماذا بكم تركونا اسمه في التعليقات سنبدأ اولا في تحضير العجينة بسم الله سنحتاج الى 500 غرام منتاع السميد الرقيق اللي نستعمله في الصلع المسمن والمحاجب ما يعادل بالتقريب 2 كوب ونصف كوب الكوب الذي يزين 250 مليلات متعمة نضيف له قرصة نضيفه ونضيفه ملعقة كبيرة نحفرينه او دقيق ابيض نخلطه شوية من بعد نضيفه الماء يكون على درجة حرارة الغرفة ونجمع العجينة نضيفه الماء ونجمع العجينة ونضيفه بكمية كليلة لأن العجينة لازم تكون صلبة لا تكون شطرية ولا تتلاسك تكون صلبة كثيرا ونضيفه 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 هنا من قوام التاحة يجب أن يكون على هذا الشكل صلبة ونضيفه ونضيفه بواسط اليد او بواسط العجينة ونستعمله لأستعمله 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 ثم نضيفه لكيس بلاستيكي ونضيفه بعدما اجنت الماء أعداح نضيفه نضيفها في الليل و حتى الغضوة تورقوها و حتى الحشية تورقوها نضيفها ترتاح قليلا نضيفها فوق طاولة العمل و لا فارينة و لا سميد تقدروا ايضا تورقوها فوق انسيرفيات كبيرة تساعدكم غاية من تكون سلبة نضيفها قليلا نضيفها الى مستطيلات السمك انتحها بالتقريب و حتى ثلاثة او اربعة مليمتر نضيفها و هنا لازم تكون عندكم هذه الآلة لتورقو لكم العجينة تساعدكم احسن لانكم لو كانت تورقوها فقط بليد ستتعبوا كثيرا و لا تتحصلوا على نفس السمك هذه هي الكمية اللي تحصلت عليها بخمسمائة غرام انتع سميد هنا فقط الى شفتوها تتلاسقلكم شوية بدأ بكم وضعوا شوية فارينة باش من بعد كيتورقوها في الماشينة ما تلسقلكمش نبدو نورقوها في الرقم قاعد الكبير كما انا عندي الرقم الكبير هو سبعة يعني سبعة مليمتر من بعد نعود نخرجها و نصغر الرقم نديرها ستة يعني ستة مليمتر وهكذا حتى توصلوا تنين او واحد مليمتر انا وصلتها حتى تنين مليمتر يعني كل ما نقصتوا من هذا الرقم كل ما السمك تالع جينة اللي تتحصلوا عليه في الاخير يكون ارقاك يعني كل ما شنا وكيفاش الأرقام انتوحك لأنه كاين بعض الآلات الرقم واحد هو لي يعطيكم سمك يكون خاشن ومن بعدها تنين يكون اقل منه وثلاثة هو قاع رقاك بعد هنا كما رأيكم تلاحظوا نزيد الورقها للمرة الاخيرة ونقوموا بهذا العملية لجميع القطع من بعد هذه الأجينة نضعها فوق الطاويلة حتى تنشفم ليه باش نحضروا شخشوخ وهذا الآلة تساعدكم كثيرا في الخدمة وإلا حضرتكم كمية كبيرة ماذا بكم تكونوا هكذا كزوج باش تسرعوا في الخدمة شوفو هنا يسمك انتحه كيفاش رقيق هدا رقم التنين يعني لو كان زيت لها رقم واحد غادي يكون رقيق عليه وغادي نكملوا بنفس الطريقة بالنسبة لبقية القطع ودائما دروح داكم شوية فارينة باش إذا شفتوها لسقطت لكم ولا وضعوا فيها باش هكذا ما تنساق لكمش في الماشينة سوف نقوم بهذا العملية قاع هذا الكي طعم بعد وضعتهم هنا فوق الطاويلة وسوف نحضرهم ينشفوه وهذا الشخشوخ يحضره كثيرا في الصيف من هناك الشمس وتكون حرارة ينشفوه في الشمس لكن تقدروا تنشفوه في الفرن الفرن ستخلوا غي قليلا ومن بعدها دخلوا بشوية خمس دقائق سوف ينشفوه لكم الآن سوف نستمع القلم حتى نتاحهم بعد ما نشفوه 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 ستكسروا بسهولة لأنهم ناشفين مليح لازم تنشفوهم مليح من بعد تساعدكم في الخدمة من بعد تحتاجوا للسيار إما شكل دائري أو شكل مستاطل هذه هي الكمية التي تحصلت عليها سينفوضها كامل في السيار لتحصلوا على نفس الحجم أنا استعملت هذا السيار على شكل دائري هذا يباع بشي يطيب فيه البيتزا لكن يصلح أيضا لتحضروا به الشخشوف بالنسبة للأخوات التي ساكنين هنا شريته عند محل أوبي سنقضبوا هذا الشخشوف ونفوتوه في السيار ومن بعد سنهبط لكم على هذا الشكل عنده نفس الحجم كما راكم تلاحظوا في الصورة سنقوم بهذا العملية لجميع الكمية التي راكم تشوفوا فيها ومن بعدها سنصيروه في سيارة آخر كما ينزل منه إلا كان هناك سميد إرقيق هذه هي الكمية التي تحصلت عليها سنغربلوه في الغربال هذا سميد أنا لا أحبط ليش بزاف لأنني لم أكرفسته بزاف لا يجب أن تضغطوا عليه بزاف لكي لا تفتوه كمية قيلة لو هذا ما ترميوش لا تحصلت على كمية كبيرة خلوها باش تحضروا بها الخبز لأنه فقط سميد وماء وكاين أيضا هذا السيار اللي قلت لكم عليه يستعملوه في جيجة ليجي على الشكل مستاطين وهذه أول مرة نحضر فيها الشخشوخ ونجح لي من أول تجربة أنا قدمت لكم التصوير لكاميرا باش تشوفوا مليح الشكل انتاعه عنده نفس الشكل ويجي ارقيق وهذا حضرته من بعد مباشرة طيبته وحضرت له المرقن تاعه لكم تشوفوا التفاصيل في الفيديو المقبل لكن لا تحضروا كمية كبيرة وتخبوه هناك كاين طريقة ثانية سوف نشرحها لكم من تنشفوه وتفوتوه في الصيار وتغربوه من بعده باش ينزل مننا هذا السميد الرقيق ماشي مباشرة تخبوه لازم تفوروه مرة واحدة يعني مثل ما نحضروا الكوسكوس والطعام سوف توضعوه في الكسكاس يفور سوف تنزعوه من الكسكاس وسوف تحلوه مليح من بعده تخلوه حتى ينشف مليح يولي يابس عاد باش توضعوه في بلارات وما دابيكم ووضعوا معه جواء الأحمر مجفف يعني فلفل أحمر مجفف ولا فلفل أسود على شكل حبيبت توضعوه معها كاك وتبلعوا البرارة باش من بعده ما يفسد لكم بسرعة وصلنا الى نهاية الفيديو انتعال اليوم وان شاء الله يكون اعجبكم ونقولكم مع السلامة والى الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة وبركات التلة